موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله الأخوات كديرين لبساليكم أتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا بألف خير وتلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله سوف نتحدث معكم فضلة فيديو جديدة غرفة النوم نوم الحويج الأساسية نتحدث معكم بلاكار كنت نجمع فيها وقلت لماذا لا نتحدث مع الأخوات والمتتبعات الوفيات هذه المعلومات هذه المراية من 2013 اخذتها بمئتين درهم بالنسبة للناس الذين سكنين في كازا اخذتها من المحلات التي كانت في البرنوسي مهم صراحة صبرات لي وخا كانت تطيح وكانت تضرب وصبرات إلا تلك الفيسات التي تحيدون لها هنا تحت خلاص حتى مبخرة لاني اخذتها من واحد السوق هنا بعشرة درهم وباقي سوف نتحدث معكم البنات البخور اللي استخدمهم باش نعطر الدار يوميا رائعين ذوك البخور قدرغي شويك يخليوا الكريحة زوينة في الدار ان شاء الله سوف نتحدث معكم في شيروتين ان شاء الله إلا كنت سوف ندير شي هكا تنظيف هنا احد المراية كان بلاكار اللي هو كبير واللي كي جوني تساؤلت من العائلة بزاف شنو نوع الخشب صوري لنا تامان يعني قلت علاش لا حتى انتم ما تتفضوا مهم هو هذا بلاكار واصل حتى الحيط ولكن حتى الصقف عفوا ولكن انا مبانية ليه متاشي حاجة ما ديراش لبني يعني غير لاصقها بالفيستها في الحيط مهم هو هذا فيه 4 يلدفوف الفوق لانا الضيقة البنات والحمد لله راكل شي كي بقى غير على التاويل والتنظيم البيت صغير وبغيت نصور لكم بطريقة مزيانة ولكن الضيقة انا غادي نشوف كي غادي نصور لكم عن بعد من جهة الاخرى مهم البنات هو هذا عن بعد باش تشوفوا تاخدوا فكرة هو هذا 4 يلدفوف كيف تشوفوا كيف تشوفوا لماذا قدرت لتحت سكة ولماذا قدرت لفوق دفوف اولا انا بغاء ماريو اللي غادي يشتلي حتى الصقف وماذا يشتلك ماريو حتى الصقف يعني خاصك تدير دفوف كبار وديرهم سكة وهذا الخشب تقيل يعني سكة ما تتصدقش معها تتخسر ضغية لانا جربت منختي كانت تعاني قاح انواع تسكة درتهم من الغالية حتى الرخيصة ومع ذلك قديمة المعلم جاي يصاب لها الدفوف دياله يبقى مفكسيين مبلوكيين يعني لا تتصد بعض المرات ما يتحلش ولا تتحل ما يتسدش يعني عانات معانات ديالب الصح وقلت علاش انا غادي نفس المعانات سوف ندير انا دفوف بحلقة وفي نفس الوقت تسدو حتى بسويرتات لانا لا تتصدش بساروت صافي مهم هو هذا والتحت على جدرته يعني اصلا المعلم اللي كان يجي انا لعطته الافكار انطلاقا من انا شنو اللي غيري حني في البيت فالتحت تسكة على جدرت تسكة لانا بعض المرات الناموثية كان مغردها لها تجيه من تحت السرجم فالكوافوز يجيني لهيه يجي لسقع الماريو باش نقدر نحط الكوافوز ونحل الماريو في نفس الوقت على راحتي يعني كي تحل بسهولة ودفل فوقك تحل بسهولة وكوافوز تنحطه تماما مثلا مثلا ديرانجج المهم هاتش عجدت انا لتحت سكة وديرها هاتشي هالي من هنا تنخزن فيها كالمونة را شوفوا البنات السكن الاقتصادي راو خد تديري بلاكار كتحتاجي البلاكار اخر را سبحان الله را نصيح البنات غير ما بقوش مصطوكي والحوائيج الحاجة اللي ما كنحتاجوهاش اللي كي ديوها علينا وخد تكون بقى مزيانة صافي انفوكيدوز على واحد الفترة ما كنستخدموهاش نعطوها عطلة اللي محتاجها ونحيدوا لنا ذلك التاقة السلبية لان هذه الحوجات اللي كي تتركنوا عندنا في الدار وما كنستخدموهم شراء كي يعطونا غير تاقة سلبية فما كتلاحظوش من اللي كتخملو بيتنعاس وتصيقو متحت الناموسية وتحيدو ديك الخملة وتحيدو الحوائج وتحيدو واحد الصاك ديال الحوائج هذا غن نخرجو نعطيه وما كتحسوش واحد الفرحة واحد الراحة نفسية هادك را طاقة ايجابية را تخلصتو من الطاقة السلبية فدائما يعني هكا مرة في شهر ولا مرة في شهرين نديرو نفس نفس نديرو نفس تخمال ونحيدو الحوائج اللي ما كنحتاجوهم وننصيقو زيان يعني سبحان الله را كتحسوش واحد الراحة لا مثيلة لها المهم ما سديوش على ديك تيلي كوموند لمحطوطات ما را غير ولادي را سديت عليهم الباب باش يخليوني نصور المهم هدا هو البلاكار بالنسبة للعود دراسمته الشين قرب لكم باشتوفو ذاكر راماج لي فيه صراحة هو اللي خلاني انا ياثير متباهي ويعجبني رايبا لكم ذاكر الراماج المهم سامبل انا هكا كنبغي بصفة عامة انا كنموت على السامبل هكي حاجة سامبل كتعجبني قاعد الحويجات انتم ما تشوفو تناموسيتها هي كلها سامبل هنا عندي ذاكر الراماج هو اللي صراحة عجبني بالنسبة للعود اسميته الشين هاد الافونتاج ديالات الشين ما تيديفورماش نهائيا ما تيتيت اقلم مع جميع الفصول ما تيتنفخ متى حجة حين تكين الخشب الاخر كي تنفخ في البرد ما كيبغيش يتساق المعاناة حين كين في دارنا كين في دار واليدية كين يعاني وفي البرد كيبغيش يتساقهم غير بهكا بخيوطة ما كيبغيش يتسد هو الماريون اللي تدفرها مزيانة ولكن ما كيبغيش تسد المهم هاتش بش عجبني هذا ما تيديفورماش نهائيا دبارها خمس سنين طارع في خمس سنين هو عندي كيف محطو المعلم كيف مباقي المهم بالنسبة للتامان ديالو باش ما نقوش لكم يعني ما عرفش تامان اكزاكت ديالو بوحديته هو لاناو دخلوا لنا مع شي بريكولات واحدين اخرين دار لي تاجيرات في الكوزينة ودار لي شي بوحد البريكول اخر تاني حدا الدار فكل شي بسبعة لف درهم كل شي خدمو لي بسبعة لف درهم المهم غالبا هاذا هديك ستبقوا على المنتر اجال البنيات يعني تم عبر المعلمuciها وووووووووووووه methى الا 의미ات grateful을 Ken Анcers for your work способ of look at the overall power of the歓 تستغلوا في كومنتر أن تتعلق شوار البيبان المهم هذا الباب هذا معلقة ببيبان أخرين لا هذا معلقة جليل بس ديال الصيف هنا النموسية هي كما تشوفه سامب الحتا هي هذا الشين الذي لديه في الماريو الكبير هو الذي سوف أردكم في النموسية والماريو الصغير لأنه لم يدرتهم عام قبل لم يدرتهم عام قبل من هذا الكبير المهم هذه النموسية والرماجة مختلفة ولكن هناك تناسق لأن المعلم الذي سوف أردنا النموسية والماريو الصغير لم يكن أرحل وجدت معلم أخر قال لي هذا الشيء الذي سوف أردك وافقت عليه المهم سوف أردهم حوالي لا يوجد كوافوزتها ودائما كنت أعود إلى الكاتالوج بالأخص كنت أستمد منهم الأفكار وعطيتهم الموديل الذي سوف أرده بالنسبة للتدولي ردرت هرقي وقا لأنه لا يوجد المكان لا يوجد المكان لا يوجد المكان سوف أرده لأنه في إيكيا كان هناك موديلات لا يوجد المنادر لا يوجد المنادر لا يوجد المنادر لا يوجد المنادر سوف أردكم فيديو على المنادر المنادر لا يوجد المنادر لا يوجد المنادر بالنسبة للأباجورة هذه كنت أخذتها من بيم لا أقلت 60 أو 70 درهم لا أقلت بالضبط قادمة لم تكن تفكرت على أباجورها المهام بالنسبة للبلوكار الصغير الجامعة النموثية كانت لدينا أخوية أخوية اما ما سوف نستغلها نستغلها استغلت بلاكار في اللغة والفوق لديه المطيغيو دي الرجلي الدوزان التي يحتاج لها إصلاحها في الدار جمعها في الأمبالاج و جمعها في كريتنات وضعها الفوق دائما الحاجة التي لا نستغلوها دائما هي التي نضعه الفوق والتحت تضع الغطاء طبيعة الحل هذه هي غرفة النوم الصغيرة المتواضعة وباقي إن شاء الله سنضيفها إصلاحات ونشاركهم معكم بالنسبة للطبية التي توجد هنا كما ترون فرطاء وصحان ولكن هنا يكون حضر جيدة ونصف ذلك جمعها هنا نصف نصف بنات صباغاه سباغة كان عيان مسح ولوك تبقى مطبعة صراحة السباغات يكونوا ديكوغاتي فغير لكي يغامر بنادهم فشك يديرهم سيقول لك المعلم لا يحرير فيه و لا يتقنش مهم نصيحة البنات إلا بغيتهم لا تبقوا كل مرة تعودوا في السباغة أو لا تصدموا في النتيجة السباغة من بعد من اللي تقدم تفادوا هذه السباغات ودروا سباغة الزيت دروا سباغة الزيت اللي تطلح الغسيل الحكام يعني سبارة كينا في دارنا صراحة يغسلوها تقولي كتشعل هذه عيث ما نحق بجافير بالبرودوية تما خليت ما درت صراحة ندمت عيديها وان شاء الله سيكون تغييرتها بخصوص هذه السباغة ونشارك معكم كل شي ان شاء الله يكفي انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله في المكتاب سنصور لكم بالنسبة للسرجم عندي هنا هذه العيبة اللي شفتها في الجنبات تساءلوا ما هي هذه رغير واحدة طبيب جابه راجلي فاعجبني وقلت انا لصقوا على السرجم هكي يجي غي ديكورو هكي بحل كي جزبين كما كتشوفوه وهذا الشي اللي كاين هديها غرفة النوم المتواضعة كنتمنى الفيديو ديالي وما تكونوا استفتوا منه يكون نعجبكم وطراحة كنتمنى دائما اني نفيدكم هذا هو المراد والهدف من القناة عندي اذا وصلنا نهاية الفيديو ما سخت بكم اذا مع السلامة واستودعكم الله الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة